زيارة في مرحلة استثنائية هي الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي لسلطنة عمان وسط مواقف عمانية مساندة للسلطة الشرعية في اليمن أبرز بند في أجندة هذه الزيارة اتصل بالجهود العمانية لإعادة إحياء المحادثات بين الأطراف اليمنية والذي أكدت عليه تصريحات الوزير عبد الملك المخلافي للتلفزيون العماني بحثنا الأوضاع في اليمن وبحثنا جهود المبعوث الدولي إسماعيل والد الشيخ أحمد بن أقل السلام في اليمن ودعم هذه الجهود ودور عمان في دعم هذه الجهود وخلق قنوات التواصل التي تؤدي إلى إجاح السلام على أساس المريعيات التي متفق عليها الوزير المخلافي حرص على الإشادة في تلك التصريحات بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالسلطنة تقدير لدور عمان في مساندة الشرعية ووحدة اليمن والسعي إلى السلام والاستقرار في بلادنا إشادة أملتها الانطباعات الجيدة والتأكيدات التي عبر عنها نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد خلال استقباله الوزير المخلافي بشأن دعم السلطنة للحكومة الشرعية ولأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضي وسعي مسقط لإنهاء الصراع القائم في اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمها لجهود المبعوث الدولي في هذا الشان الموقف ذاته وبالقوات ذاتها عبر عنه وزير الشؤون الخارجي العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال لقاء المماثل بالوزير المخلافي حين أكد وقوف السلطنة مع الشرعية لأن الشرعية كما قال ضمان لاستمرارية الدولة ولأن خروج جماعات عنها يعني بالضرورة عدم الاستقرار تعود مسقط مجددا إلى الواجهة على خلفية تغيرات متسارعة في مسار الأزمة والحرب في اليمن وبروز النزعة الانفصالية وطغيان أولويات أطراف الحرب الخارجية عما عادها من أولويات ما يهدد بأخذ اليمن إلى مآلات بالغة الخطورة وإلى مناخ مفتوح على أسوأ الاحتمالات